هل تنتقل بلاد الحرامين إلى حقبة مبعد الوهبية؟ تتصارع وطيرة الإصلاحات في السعودية مع تهميش نفوذ رجال الدين وعلى مدار الأشهر الماضية أعلنت السعودية عن إصلاحات اجتماعية جديدة كل أسبوع تقريبا وفي مطلع يونيو ألجاري قامت أرياض بتعديل طفيف للسماح للمرأة السعودية الرشدة بالسكن بمفردها بشكل مستقل بصرف النظار عن حالتها الاجتماعية ومن دون إجبارها على الإقامة مع محرم وبعد هذا القرار بأيام سمحت السلطة السعودية متمثلة في وزارة الحج والعمرة للمرأة بالتسجيل لأداء الحج دون محرم لكن يجب أن تكون معصبة النساء عند أداء شعائر الحج بالإضافة إلى الإصلاحات حيال وضع المرأة السعودية أعلنت أرياض عن تعديلات قانونية تسمح بتخفيف إجراءات التطقيق على الكتب والمجلات المستوردة ووفقا لما ذكرته الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ومنذ أربع سنوات وعجلت الإصلاحات لا تتوقف في السعودية هذه المرة جاءت من بوابة المنظومة العدلية التي أعلن عنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عبر تطوير منظومة التشريعات المتخصصة التي من المنتظر أن تحدث تطورا جموليا في القطاع العدلي وترسخ من مؤسسية القضاء واستقلاله وهو ما يمكن اعتباره نقلة حقوقية هائلة في البيئة النظامية السعودية وخطوة تاريخية تعتبر بمثابة تأسيس عهد جديد للإصلاحات العدلية هذه الإصلاحات ربما تبدو لغير المتخصص تعديلات نظامية في حسب وليس إصلاحات كبرى بينما هي في حقيقتها تسهم في تعزيز وصيانة حقوق جميع الأفراد والكيانات من خلال وضع أنظمات واضحة معلنة قابلة للفهم والتوقع وتزيد من القدرة على التنبؤ بالإحكام واللايقين بالقانون مما يعزز الثقة في النظام القضائي السعودي وكذلك في بيئة العمال كما تعزز من حقوق الإنسان وعلى وجه الخصوص المرأة والطفل بتقنين أحكام الأحوال الشخصية ونشرها وتوضيحها وإنهاء السلطة التقديرية للقاضي نهيك من الإسراع في الفصل في المنازعات وزيادة الثقة والاتمئنان في تعاقدات والالتزامات التجارية وتهيئة البيئة القانونية الجاذبة الممكنة لرؤوس الأموال والمملكة التي اتخطت خطوات كبرى في إصلاحاتها الشاملة خلال السنوات الأربع الماضية تنتقل اليوم لإصلاح ضخم جديد تبنى من خلاله قواعد أساسية متينة تساهم في تحقيق مسيرتها الشاملة نحو التحديث والتطوير هذه الإصلاحات في منظومتها العدلية لم تأتي هبوطا بالبرشوت من الخارج بل على العكس هي نابعة من إحكام الشريعة الإسلامية التي تستند إلى الأدلة الشرعية الأصلية من حيث مرعاة مستجدات الواقع ومتغيراته بالإضافة للاستفادة من أفضل التكارب الدولية الحديثة والقوانين المقارنة خاصة الدول المشابهة للمملكة أو الدول المتقدمة في الأنظمة التشريعية مما يسهم في كثير من الانعكاسات الإيجابية لأفراد المجتمع كفا وكذلك الكينات التجارية والمستثمرين سواء باستقرار الحقوق المالية أو تنظيم الحركة الاقتصادية أو تسهيل القرارات الاقتصادية وتحفيظ الاستثمار الأجنبي مع تقليل الانفاق على التكليف القضائية بوجودة تشريعات التي تحد من الانفاق المالي المترتب على تكليف التقادي الناتجة عن زيادة حالات اللجوء للمحاكم للفصل في النزعات وما ينتج عنه من الاستعانة بالخبراء من كل التخصصات للفصل في النزعات ولأن المملكة تنبع إصلاحاتها من الداخل برؤية واضحة لقياداتها فإنها تتطور من مفاهيم حماية حقوق الإنسان وفق رؤيتها الخاصة حيث تسهم التشريعات القضائية في توضيح حقوق وواجبات أفراد المجتمع وتأكيد مبادئ العدل والمسواب بين أفراده كما تساهم هذه التشريعات في توضيح المركز القانوني لجميع أفراد الأسرة ومعرفات الحقوق والواجبات المتعلقة بهم وبالتالي الحد من المنازعات القضائية بينهم وجميع ما سبق هدفه استقرار الوضع الاجتماعي وتحسين وضع الأسرة والطفل وزيادة أشعور بالعدالة وزيادة ثقة أفراد المجتمع بالأحكام القضائية كل هذه التحولات والقوانين والتشريعات تعد مصدر قوة لحماية إضافية لحقوق الإنسان في المملكة وتعد سعودية واحدة من أكثر دول المنطقة رقابة وتشددا حيال الكتب والمجلات التي يتم استراضيها وتعني الإجراءات الجديدة تقليل الرقابة والتعزيز إمكانية الوصول إلى الكتب وفي أواخر مايو الماضي قررت وزارة الشؤون الإسلامية في سعودية قصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية في المساجد على رفع الأذان والإقامة فقط وعدم تجاوز مستوى ارتفاع الصوت في الأجهزة ثلث درجة الجهاز وقد ينظر إلى هذه الخطوة باعتبارها ترمي إلى تقليل الضوضاء والحد من التلوث السمعي لكنها خطوة مثيرة للجدل في السعودية المحافظة حيث لممارسة الشائر الدينية أسبقية على كل نواحي الحياة في البلاد وليست هذه الإصلاحات الأولى من نوعها في السعودية ومن المحتمل ألا تكون الأخيرة إذ أن التغيرات الاجتماعية سرية في البلاد منذ حقبة الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز ويمكن اعتبر العديد من هذه الإصلاحات جزءا من رؤية 2030 وهي خطة تموحة تضم إصلاحات اجتماعية واقتصادية واسعة طرحها ولي العهد السعودية الأمير محمد بن سلمان عام 2016 في إطار جهوده الرامية إلى جعل السعودية أكثر حداثة ولبرالية وتقليل اعتمادها على النفط كمحرك رئيسي للاقتصاد وجعلها بيئة قادرة على استقطاب السياحة والأعمال التجارية وكان أبرض التعديل في السعودية منذ 2016 السماح للمرأة بقيادة السيارة بالإضافة إلى رفع الحظر الذي استمر العقود على دور العرض السينمائي والسماح للنساء بالسفر دون الحصول على موافقة أولياء أمورها فضلا عن اتخاذ خطوات لتخفيف التدريجي من قيود الفصل بين الجنسين هذا وقد انتشرت شائعات مؤخرا بأن تناول الخمور قد يسمح به تقريبا في السعودية على نتاق محدود وفي ذلك يؤكد مراقبون للشأن على أن وثيرة الإصلاحات تصارعت في الأوانات الأخيرة ويقول روبرت مغلينكي وهو باحث مقيم في معهد دول الخليج العربي في واشنطن إن وثيرة الإصلاح في السعودية مذهلة وأضف يبدو أن صناع القرار قد أطلقوا كتار الإصلاح وأضف مغلينكي إنه بات من الواضح أن هناك حاجة إلى أن يكون هناك بعض التقدم الملحوظ في إطار رؤية 2030 ويديف في هذا السياق قائلا من وجه التظري إن ولي العهد وصناع القرار الذين يعملون معه يحاولون تحقيق توازن بين الأهداف طويلة الأمد وتحقيق تقدم الموس على أرض الواقع فالكثير من الإصلاحات الأخيرة تحدث تأثيرا مباشرا ويشير مغلينكي إلى أن مثل هذه الإصلاحات تلقي قبولا ودعما من الشباب السعودي حيث يشكل الشباب دون سن 35 عاما ما يقرب من ثلثي تعداد السكان في السعودية ويرى ناثان براون أستاذ العلم السياسية والزميل البارز في برنامج الشرق الأوسط التابع لمؤسسة كارينجي إن بعض الإصلاحات مثل قصر استعمال مكابرات صوت الخارجية في المساجد قد ينظر إليها من خارج السعودية باعتبارها طفيفة إلا أنها وغيرها من الإصلاحات تعد مهمة بالنظر إلى أن بعض هذه الإصلاحات كان يستحيل الموافقة عليها قبل سنوات ويشير البعض إلى أن هذه الإصلاحات ليست سوى محاولة لتقليل قوة ونفوذ رجال الدين في السعودية وإن البلاد تسير بعيدا عن العمود الفقري الديني الراسخ في كافة جوانب الحياة فقد تغطى الوهبية التي تعتمد على التطبيق الصارم لشرعية الإسلامية على ثقافة البلاد لعقود وقد غيرت الإصلاحات الجديدة هذا الأمر ويعد أبرز هذه الإصلاحات ما ترأى على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذ تم تقليص بعض صلاحيتها لسيما صلاحية ملاحقة وتوقيف الأشخاص وقد اعتاد عناصر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على تسير دوريات في الشوارع لتأكد من ارتداء سكان ملابس محتشمة واغلق المطاعم والمتاجر أثناء ووقات صلاح وفي تعليق على هذا الأمر قال براون من السابق الأوانه القول بأن الوهبية قد انتهت هناك تركيز أقل على الوهبية ودور الدين في الهوية الوطنية السعودية اشتركوا في القناة